الفرقة الجامهرية المصري والاتحاد والسويس والاسماعيلي وكل الفرقة الجامهرية دي مش عايزة انسى اي فرقة انما نادر مصري بالاخص عسان العيبت سنتين في نادر مصري مع حسام ابراهيم وخالد بيب وكل النادر وكل المجموعة دي الجماهير هناك ترقب يعني انت خيالي بقى لما تلعب بقى مصري وزمالك مصري واهلي كنا بنعمل احلى مطشات كان قبل المطش ندزل نتفرج على المحلات او ندزل نشوف شجاي مين؟ قالي ولا زمالك؟ قالي ولا زمالك ولا شوفين مصري على طوح رقم واحد عندهم مصري رقم اتنين الزمالك فيه بقى الشباب الي طالع اليومين دول الصغير بيشجعوا الاهل فهم بيشجعوا التلت اندية انما هو رقم واحد عندهم انتماءهم الشديد جدا لفرقتهم من نادر مصري فأي حد كان ييجي على ملعب ساد بور سعيد كان المباراة بالنسبة له تبقى صعب كان جمالت حضرنا يعني كان جمال في الزمالك وانا في المصر لعبنا مقشد الكاز كان ماتش الكاز ده كان مهم جدا وانا احنا كسبنا الزمالك وانا احرصت هدف عبد الواحد لكن عايز اقولك يعني مباراة بتبقى ممتعة نادي المصري بيلعب جيد مفتوح على طول بالذات على ملعبه ويحب يبسي الجماهيره بيبقى جايب لعيبة كويسة ولعيبة مقنعة ولعيبة كورة بيحب يجوب لعيبة الكورة يعني ولعيبة كمان هم بيحبوا النجوم قوي يعني هم بيتباهوا بالنجوم نهاية تكون موجودة في تيم ناد المصري فدي على طول موجودة يعني كل جيل ييجي تلاقي فيه خمس ستة نجوم زي رفعة دلوقتي المتقلق مع ناد المصري ممكن يكون ليه دور النهاردة اه جدا فالتواجد النهاردة ما بين المصري والزمالك في استاد برج العرب مباراة حلوة وصعبة